استمر عملية التغيير الديمغرافي من قبل الاحتلالين الروسي والإيراني وميليشيا النظام بعد أيام على تهجير أهالي القلمون الشرقي والغوطة الشرقية ها هم أهالي جنوب دمشق يغادرون أيضا مدنهم وبلداتهم مرغمين على ذلك طبعا نحن الآن على معبر أبو الزندين حيث وصلت الدفعة الثانية من مهجري جنوب دمشق إلى هنا عدد الحافلات أحد عشر حافلة تقول على متنها ما يزيد عن الستمائة وخمسين شخصا معظمهم من الأطفال والنساء تهجير القصر اللي تعرضنا له كما تعرض له بقية المناطق تغيير ديمغرافي وقصر إجباري خصوصا نحن يعني سكام وخيم اليارموك يعني تهجرنا بشكل مؤامرة واضحة تماما يعني كقصف وكتهجير قصري يعني معانا ما بعد معانا والله تعرضنا لكثير مدينة صار يغلطوا بحقنا وغلطوا بحق أعراضنا وصار يخبصوا كثير حتى كانوا في دنياننا نحن نقاتل معهم نحن طلعنا ونشان ندافع عن دينا ونظل نسبتين بهذه السورة ونحن بإذن الله من نستمرين بهذه السورة حتى نصر كان من المفترض أن تصل خمسون حافلة في دفعة التهجير الثانية من مناطق جنوب دمشق لكن ميليشيا النظام تحججت بعدم وجود حوافلة كافية فيما أكد أهل جنوب دمشق أن الكثير من المدايقات تعرضوا لها خلال رحلة التهجير يمان السيد أوريانت نيوز ريفو حلب